تقص دافئ ومشمس وفرصة للنشوء صحب ركامية وتقص مغبر جنوبا والتفاصيل بعد هذا الفاصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مساء الخير إذن تأثرت المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الأيام الماضية ومن المتوقع أن تبدأ الأجواء بالاستقرار خلال هذه الأيام أما فيما يخص الأجواء المغبرة التي سادت المملكة والموجات الغبارية فقد انتقلت إلى منطقة البحر المتوسط ومع وجود فرصة لاشتداد الرياح الغربية من المتوقع أن تعود هذه الأجواء المغبرة ولكن بشكل أخف على المملكة ولكن تبقى الفرصة ضعيفة ننتقل سويا لمشاهدة درجات الحرارة الوالدة لدينا هنا في مركز تقص العرب لنجد أن الأجواء تكون دافئة في عامة مناطق المملكة ما إلا أن تكون حارة نسبيا في بعض المناطق أو في عامة مناطق المملكة ننتقل لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة عمان حيث تكون الأجواء صافية ودرجة الحرارة المتوقعة 19 درجة مئوية ومتوقعة أن تصل سرعة الرياح إلى 6 كم بالساعة ننتقل لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة في العاصمة عمان خلال 3 أيام القادمة ونبدأها من يوم الثلاثاء حيث تكون الأجواء نهارا 28 درجة مئوية وليلا 19 درجة مئوية أما يوم الأربعاء قد يكون هناك فرصة لوجود بعض الغيوم الركامية لتكون درجة الحرارة 28 درجة مئوية وليلا تكون 18 درجة مئوية أما الخميس فهم 26 درجة مئوية وليلا تكون درجة الحرارة 16 درجة مئوية ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة في عامة مناطق المملكة ليوم الغد ونبدأها من إربد 29 نهارا و18 درجة ليلا في المفرق من 30 إلى 18 درجة ليلا جرش من 30 إلى 20 درجة عجلون من 28 إلى 18 درجة مئوية ننتقل للمناطق المتوسطة نبدأها من العاصمة عمان أيضا من 28 إلى 19 درجة مئوية في الزرقاء من 31 إلى 19 البلقاء من 29 إلى 19 في مادبة من 29 إلى 19 وفي البحر الميت الأجواء حرى نسبيا لتكون من 38 إلى 25 درجة مئوية في الكرك من 28 إلى 19 في الطفيلة من 27 إلى 20 درجة مئوية في معان من 27 إلى 18 الشراح من 25 إلى 17 درجة مئوية وفي العقبة من 36 إلى 26 درجة مئوية أما في الرويشت فمتوقع أن يكون هناك زخات لأمطار رعدية من 31 إلى 18 درجة مئوية الصفاوي كذلك الأمر من 32 إلى 18 وأيضا في الأزرق هناك احتمال لزخات أمطار رعدية لتكون درجة الحرارة من 33 إلى 20 درجة مئوية إذن كانت هذه أبرز المعلومات الوالدة لدينا هنا في مركز تقص العرب إلى أن نلتقي في نشرات قادمة دمتم في أمان الله المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة